السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعطيكم العافية في العياة كيف الأمور إن شاء الله تمام اليوم إن شاء الله رح نأخذ المحاضرة الثانية من الأجزية للسكيلتون التفريق هذا طبعا تم تدقيقه من الدكتور أنس مستريحي وهو المعتمد يعني من عنده إن شاء الله المحاضرة هاي بتحكي عن رح نحكي عن ثلاث مواضيع رح نحكي عن الفيشل السكيلتون عن الهيكل العظمي اللي موجود في الوجه وبرضو رح نحكي عن الثلاث الكيتج رح نحكي عن القفص الصدري رح نحكي برضو عن الفيرتبر الكولوم رح نحكي عن العمود الفقري المحاضرة ممكن تنهيها بكمية معلومات كويسة لكن محاضرة جد سهلة الحفظ داعها مش كثير صعب وممتع برضو للدراسة يعني فقبل ما نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين بالبداية كل فيش هالسكيلتون أو له اسم ثاني الفيسكيروكرينيو هو بتكون من 14 عظم طب ايش هو الفيشلتون اللي هو الهيكل العظمي لكن اللي موجود وين بالوجه اللي هو هون المقدمة الرأس فمقسمه عندنا لأربع مناطق forehead, orbital cavities, nasal cavities and jaws تمام ال forehead اللي هي الجبهة من المنطقة اللي هون orbital cavities اللي هو هاي اللي هي حجرات العين وال nasal cavities اللي هو التجويف الأنفي وبرضه الجوز اللي همه الفكين تمام نبدأ فيهم بحكي لك ال forehead made by the squama part of the frontal bone رح نأخذهم واحد واحد ايش العظام اللي بتكونهم ايش فيه اشياء نقاط معينة فيهم لازم نعرف اسمائهم رح نبدأ بال forehead ال forehead بيقول لك اللي هي الجبهة بتتكون من شو ايش اللي بيعملها اي عظمة هي sequama part of the frontal bone اللي هو الجزء المسطح من frontal bone هاي هي الفرونتال bone طبعا اكيد بنعرفها اللي هي هون بتمتد من هون زي هيك تمام السيقوامة هي الجزء المسطح extends from hair line to sub orbital margin يعني ال forehead ايش الحدود تعيثها من ال hair line من خط اللي هو بداية نمو الشعر to sub orbital margin sub فوق orbital عين اذا منحكي عن اشياء ومنطقة فوق العين margin الحافة اذا الحافة ما فوق العين اذا هاي حافة تمام فهو من بداية خط نمو شعر الى sub orbital margin forms roof orbit and floor of the interior cranial fossa ال forehead فصة الأمامية تتكون من عظام الفورهيد أو القاعدة تعيد الأنتيريا الفصة تتكون من عظام الفورهيد النيزيون النيزيون هو في منطقة يسمها النيزيون هاي المنطقة تعتبر هي التقاطع ما بين النيزيون هاي العظمتين اللي هم عظام الأنف والشو هي الفرونتل برضو في المنطقة هاي نقدر نقول المنطقة ومش نقطة بقدر من أنها منطقة زي هيك هاي تعتبر النيزيون اللي هي منطقة التقاطع ما بين والنيزيون وهنا برضو هاي هاي المنطقة هيك وخلص نحكي عن الفورهيد حسنا نيجي على الوربيتال كافيتي الوربيتال كافيتي بحكي لك هو يعني شكله هرمي طيب ايش الهرم؟ هذا هو شكل الهرم يعني في لها أربع حيطان ما قدر نقول ايبكس ايبكس اللي هو القمة وبيس بيس اللي هي هاي القاعدة طيب كيف احنا بدنا نيجي حسنا نوضح او مش نوضح انه نطبق البيرامد على الوربيتال كافيتي البيرامد هاض زي هيك حرفيا هو زي هيك اخذنا نخذ الكوة كامل هو زي هيك بيجي على العين تمام فالباس تاع العين فالباس تاع البيرامد بيكون هولة برة والأيبكس بيكون لجوه فبيحكي لك انه البيس لائز انتيريار لي واذا ايبكس ايز دايريكتد بستيريار لي بيجي احنا عنا اربع مناطق لازم نعرفهم اللي هم الروف of the orbital cavity السقف الميديال الوال اللي هو الوال اللي من هاي جهة واللاترال الوال اللي هو من هاي جهة والفلور اللي هي القاعدة الروف بيحكي لها الوربيتال بلايت of frontal bone and lesser wing of the sphenoid طيب فالعظمتين اللي بيكونوا الروف هم الوربيتال بلايت of frontal bone and lesser wing of the sphenoid طبعا فلو نيجي احنا على الهيكل ايه انه هذا الجزء اللي هو البنفسجي هو الوربيتال بلايت of الفرونتال بون طبعا الفرونتال بون كيف من وين ممتدة من فو حتى لهون برضو بالضم فيها السقطة الحجرة العين برضو فيه جزء بسيط مكون من شو هاي هذا الجزء اللي عسا كبست عليه اللي هو حاليا باللون البنفسجي اللي هو هذا ال lesser wing of sphenoid bone تمام فلو نورجي لحاله هو فعليا هذا الجزء البسيط تمام هذا هو اللي مكون جزء من من الوربيتال روح تمام برضو عندنا الميديا الوول يعني بدنا نحكي عن الميديا الوول اللي هو من الطرف ها من العظوام اللي بتكون لقدام ونرجع فيهم ورجوع اول اشي الفرونتل بروسس اوف ماكزيلا بعدين اللاكريمل بعدين الاثمويد بعدين البادي اوف سفينويد طمعن هاي عدلوها اثمويد بون تمام خط اوكي فرونتل بروسسس اوف ماكزيلا خلينا اني مشي فيهم واحدة واحدة الخرق على المجاسر افضل شوف هنا هاي تعتبر الفرونتل بروسسس اوف الماكزيلا وهي اول اشي انتيريارلي اه من الاربتال ميديل من الاربتال ميديل وون بعدين بعديها شو بتيجي هكينا هاي هاي عظمة اسمها اه شعب انبيني عندكم اني اني كافة عليها ثواني اوكي هاذ هو الماكزيلا وهاي وهاي تمام واشي احنا حكينا الاشي اللي ضل بعدهم رابع وحدة اه بعد الاثمويد بون ال body of the sphenoid تمام فهذول الثلاث وبذول بعدهم برضو اعلق ايو هاذ هو الجزء اللي هاسب المنفس اجي اللي هو body of sphenoid تمام ايو body of sphenoid بكون جزء من medial wall تمام ايو 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 اللاترال wall اللاترال wall بكون من جزئين من عضمتين sphenoid greater wing وبرضو zygomatic تمام the greater wing تاع the sphenoid اللي هو موجود هون اللون الاخضر وال zygomatic اللي هو الجزء اللي هون بضبط اما المكان الرابع اللي هو floor of the orbital cavity هاذو مكون من جزئين من عضمتين اللي هو orbital plate of maxilla واللي هو هاذو الجزء الاصفر وبرضو بحكي لنا small contribution from the vertical plate of palatine bone يعني فيها اشي اسمه vertical plate هاذو برضو بيساهم في ال في ال orbital كافي خليت افتح اوكي هون ال orbital plate of الم axilla وبرضو هون في جزء صغير اللي هو هذا اللي ورا اللي حاليا عليه اللون البنفسجي هذا جزء من ال palatine bone اللي هين خفاليا هاي هذا جزء من سقف الحلق وممتدة لفوه حتى انه جزء هذا صغير منها بيمثل هذا الجزء البسيط من قاعدة حجة العين بحكي لها يعني في عنا الفجر هو نقدر هو زي الشرخ اللي هو زي زي هيك ها هذو تمام في موجود اشي اسمه الابتك فرامن اللي هو بتعرفوا الفرامن اكيد حكينا عنها اللي هي الثقب وارضو فيه شو تو فجر اللي هي سوبرير اوربيتل فجر والانفيرير اوربيتل فجر طيب خلنشوفهم السوبرير اوربيتل فجر اللي هو هاذ اللي هو بالضبط هاذا اللي محدد بين الكرات حمرة والانفيرير هو هاذ اللي محدد هسه بالكرات البنفسجية هذو لهم الفجر اسا ننعرف احنا كل واحد ايش بمر عن طريقه السوبرير هم موجود ما بين شو ال اللي هم موجود هون وهاذا م بينهم في الفجر السوبرير بس عن طريقة بمر الأفثالميك برانش في النيرف رقم رقم خمسة في منه فرع اللي هو الأفثالميك بيمر من هذا الفجر برضو الأفثالميك وبرضو في عضلات موجودة خارج العين تحت حركة العين التغذية تعيد العصاب اللي هو الأوكيولوموتر اللي هو الكرينيليا في رقم ثلاث والتروكلير unbelievable اللي هو الكرينيليا في رقم ثلاث هذا اللي هو كرينيليا في رقم ستة أما الإنفيري إول sarf هذا موجود ما بين شو الجрейتر وينج والأوربتل فبالضبط هاي واضحا هاي هو القريق وهذا القريق وهذا القريق ما بينهم هو الانفيريار فجر حاليا نحكي عن النيزل كافيته اللي هو موجود ما بين الانتيريير كليني الفسته وهون هو grown موجوداج منطقة واللي هي النيزل كافيته يعني الاشي ليfinفصلها عن ال النتيرير كليني الفسته موجودة Warradнут влиان الفسته النازل سبتم. والي هو الاشي اللي بفصل حجرة الانف اليمين عن الحجرة اليسار. متكون من نقدر نقول ثلاثة اشياء. طيب خلان روح نشوفها ها. هاو الجزء اللي بالنص. هاو اللي هو هون مكتوب على اليسار بيربنديكولار بريت. اف اثمويد بون. هاو بيمثل الجزء العلوي الخلفي. هاو الجزء اللي شل بنافسجي. الجزء العلوي الانتيريار سبيريار بارت اف النيزل سبتم. اللي هو الجزء العلوي اه الامامي من الحاجز اللي ما بين اه حجة اليمين الانف اليمين وليسار. برضو ايش في عنا? هاي سبيريار انتيريار بارت اف دي سبتم. برضو عنا الفومر. خلينا نضيف ها رسمي بس. طيب زي ما كنا نحكي. الحاجز ما بين الحجة الانف اليمين وليسار. بتكون اه الجزء السبيريار انتيريار من اللي هو برضو. اه عظمة اللي هي تعتبر عظمة لحالها. هاي بتغطي الجزء البوستيريو. البوستيريو انفيريار تمام? فالجزء اللي هو اللي اه الخلف لتحت. من ال اه النيزل سبتم. وبرضو هاي اللي هي بتعتبر كارتلج. اه غضروف الانفي. اه هذا بيغطي الجزء الامامي. اللي هو اكبر الجزء الامامي من السبتم عن طريق النيزل كارتلج. عن طريق الغضروف الانفي. مش عظم. اه عنا في اشي ثاني اللي هو النيزل كونكا. اه اكستنز من الجدار اللاترال بالتجويف الانفي. وبي بيصل لحد النيزل سبتم. اسم نشوفه. طيب احنا شواه نزلم شوي. بس خلينا نشوف الكونكا لانه شوي بيغلبه. اه شوف هو بيحكي لنا انه هم طالعين من اللاترال وال وقريب يصروا لنيزل سبتم. وهم وين؟ شايفين هاي اللي تحت. هاي اللي حسنونا اخضر. هاي هي الانفيير كونكا. شوف طالع من اللاترال وال. اللي هو الطرفي. وممتد باتجاه النيزل سبتم. اللي هو اللي بالنص. هاي الانفيير. وبحكي لنا هو في سوبرير. وميدل وانفيير. هاي الانفيير. وهاي اللي حاليا اللي انا اخضر. هاي الميديم. وهي تعتبر جزء من الاثمويد بون. وفي برضو جزء اللي هو السوبرير. لكن صابته من هون اللي هي هاي. اللي هي لون ها ثواني مش من بينه. شايفين اللي وره الاخضر بالزبط. اللي هو ايوه هسه. هسه لونه اخضر. هذ هو السوبرير كونكا. خليها تبين بس خلينا. ايوه بالزبط. هاي هي السوبرير كونكا. وهاي الميدل. وهذول الثنتين يعتبروا جزء من الاثمويد بون. اما الانفيير هي تعتبر عظمة لحالها. زي ما شفنا. اللي هو الحاجز. عندك السوبرير ميدل انفيريير. السوبرير والميدل يعتبر جزء من الاثمويد بون. اما الانفيير فهي تعتبر اه اه ما منفصلة بحد ذاتها. نيجي الان على المكزلة. او الفك العلوي. بداية هو بتكون من البادي. وبتكون برضو من اربع بروسيسيز. يعني في البادي جزء الاساسي. وفي اربع برضو تركيب اضافية. اه البادي تاع المكزلة. او اول شيء المكزلة اللي هي هاي. هذو الجزء. تمام? والصورة هاي هي يعني هاذ فك العلوي. هاذ مش فك السفلي. فالصورة زي كأنها من هون هيك لفوق. يعني شوي صعب تخيلها بس انه زي هيك. انه مصور الرأس من تحت لفوق. وهاذو هاذو الفك العلوي. هاي الاسلان العلوي. مش السفلي. اه فبحكي لنا بالبداية عن البادي انه بيراميدل. يعني البادي تاع المكزلة. اه يعتبر بيراميدل نوعا ما. هارامي. وفي يو. containing the maxillary sinus. the largest paranasal sinus. طيب. في اشي اسمه ال paranasal sinuses. اه داخل بعض العظام. بيكون في تجويف. و اه بنسميهم السينس. هذا التجويف الجوة العظمة. اه بنسميه سينس. و paranasal حواء. معنى تحول والنازل اللي هو الانفة. حول الانف في اشياء اللي هو paranasal sinuses. اللي هم هذول. اه ماكزيلاري سينس. وبرضه اثمويد سينس. وبرضه سفينويد سينس. وبرضه الفرونتل سينس. لاحظوا كل واحد منهم مسمى على اسم العظمة اللي بتحتوي. حسن مش مهمين يعني. بس انه مهم عنا المكزيلاري سينس اللي هو اه محتوى داخل اه عظمة المكزلة اللي هو الفك العلوي. اه اللي هو اه هاي هوا. اللي هو اكبر واحد. لاحظوا كيف? اكبر من هادو اكبر من هادو اكبر من هادو اكبر من الثلاثين اللي غيره. فهو اه موجود على الانتيرير وال. معناته موجود على الوجه الامامي. من هون. اه ايش بمر منه? الانفرا اوربيتال نيرف. يعني اغلب الفورامين اللي ايش اللي بمر منهم بيكون يعني له علاقة باسمه. الانسايسف فورامين. الانسايسف طبعا هو اسم الاسنان اللي هم الانسايزر. ابانيات. فالانسايسف فورامين. one or two فورامينة. لايب buenos هاتو السينترال انسايزر. هايوا. فهم بو بجودين وين بوستيرير وراء السنترال انسايزر. اللي هم الاسنان الامامية اللي من فوق. بلي هم هايضو. هادو. هاي Shieldlast هاي الاسنان الامامية. اه اه. هاي الاسنان يبلغ العلوية اه ما خلف ال Residential في هاي الفورامين واللي هي شو اسمها نيزو بلتاين او لا اسمها بيمر منها النيزو بلتاين نيرف ممكن يكونوا واحد وممكن يكونوا اثنين برضو الماكزيلا برضو فيها بروسيسيز اربع اللي همه الزايقوماتيك والفرونتال والالفيولر والبلتاين طيب الزايقوماتيك الزايقوماتيك اللي هي هاي اللي هو جزء هال اللي بعمل ارتكوليشن مع الزايقوماتيك بون تمام فهذه الفرونتال مكتوب او خلنا قرأ عن الزايقوماتيك اول لاترالي من هون زي هيك وارتكوليت مع عظمة الزايقوماتيك الفرونتال بحكي لنا اكستنز سوبريرلي لاترال تو ذا نيزو بون يعني هي علوية ولاترال للنيزو بون هاي النيزو بون لاترال لهم اذا هذا الجزء هاذا هو الانتيريار بوزيس او الفرونتال بوزيس الفرونتال بوزيس ارتكوليت بالفرونتال والنيزو بون يعني في ارتكوليشن مع الفرونتال بون ومع النيزل بون بعكي لنا برضو في الثالث اللي هو الألفيولر الألفيولر بحكي لهم يعني الالفيولر بداية بيكون انفيرير إذن تحت وبيكون فيه السوكتس اللي هو الحجرة تعيد الأسنان العلوية واللي هم مهضر شايفين هاي التحدبات هاي هي حجرة الجذور تعيد الأسنان العلوية واسمهم الالفيولر بروسس وآخر شي البالاتاين بروسس يعني في بروسس بتكون الثلثين الأماميات من السقف الفم اللي هم هذولة يعني بس خنروع على الرسمة او على المجسم بيكون افضل ايو فهذه هاي هي عظمية المجزلة كاملة شايفين هذول الجزء اللي تحت هذوله هذوله البالاتاين البالاتاين نسمينا اللي هو درجة عليها بالاتاين بروسس بالضبط فعننا احنا هون الزايغوماتيك بروسس اللي هي على الجنب وعننا برضو مبين الفروانطا وبرضو ال الفيولر اللي هي التحدبات اللي حكي لقنا حاس حريقة ربطت أنا فنعيد ازاي كومتك اللي هو اللي هو عالطرف والفرونت اللي فوق والالفيولر اللي تحت اللي هون هيتحدوبات لفوق الأسنان واللي جوه الفم السقف العلوي هاي اسمها البلاتين طيب الماندبل الماندبل هي الفك السفلي بتعتبر اللارجست والسترونجست فيشل بون هي أقوى وأكبر عظمة بالوجه وهي العظمة الوحيدة اللي منقدر حركها بالوجه بالإضافة إلى الأدتوري وسيكلز يعني هي الوحيدة اللي منقدر حركها إضافة للعظام التعاتي السمع اللي هم موجودين في الإذن وبرضو يعني بدي أقول لك أنا عن الحركات الحركات أو العظام ممكن تتحرك في الوجه اللي هم معدهم الماندبل وبرضو الأدتوري وسيكلز وبرضو السكال كلها ياتها بتتحرك أكيد حركة الراس يعني منها من حركة السكال آت ذي أتلانتو أكسيبيتال جوينت الأتلانتو أكسيبيتال جوينت اللي هو اللي هو الجوينت اللي ما بين الأتلانتو اللي هي بتحكي عن أعلى فقرة بالعمود الفقري اللي هي الأطلس كأنه اسمها والأكسيبيتال اللي هي الأكسيبيتال بون اللي هي العظمة الخلفية فهون بالضبط هون بيكون فيه على السفلي من الأكسيبيت البون اللي هي هاي فيه مرتبطة مع الأطلس كأنه اسمها اللي هي أعلى فقرة وبيكونوا جوينت بتحرك منه عن طريقه والرأس كله طيب همنا نحكي احنا عن أجزاء المهندبل فيه البادي وفيه الرماي وفيه الأنجل البادي هو الجزء الأساسي واللي هو هوريزنتال بارد الهوريزنتال بارد يعني هظه الماندبل البادي هو هاذ الجزء هظه هاذ الجزء اللي هو الهوريزنتال اللي هو الأفقي بتكون شو فيه جواته المنتال فورامين والألفولار بروزيس حسن المنتال فورامين بيحكي لنا لوقيته بين the roots of the lower pre-molars بين the fourth and fifth mandibular teeth المنتال فورامين اللي هي هاي موجود وين بيوصفه لنا يا between the roots ما بين الجذور تعيد البريمولرز الاثنين اللي هم رابع وخامس سن يعني هذول الانسنتال انسايزرز عندك الكلين وعندك هذا البريمولر وهذا البريمولر ما بينهم في المنتال فورامين ايش بيمرون من المنتال فورامين المنتال نيرف طيب ايش في بروزيس ثاني اللي هي البيولار بروزيس نفس المبدأ تاع الماكزيلا اللي هي في السوكت اللي هو زي الجيب للأسنان السفلية واللي هو هون شباب حا كتير بس انها هذول طيب بحكينا هون عن الراماي واللي هي مفردها رامس هي الvertecal part اللي هي شايفين حكينا عن الوزاة الارت حسنا نحكينا عن الvertecal part اللي هو الجزء العامودي واللي هو اسمه الراماي اللي هو الرمي من واحد هنا اشيigeان طالعين من المنتال واحد الكورونويد بروزيس ثنين الكونوايد الكورونويد بروزيس هو الاشي الأمامي هاي العمامية فيتراينجولر الى 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 ال كورونايد بروسيس هو المانديبيولار نوتش بيحكي لها برضه في اللينجولا أو اللينجولا نهي small triangular projection at the medial aspect of the rameus طبعا اللينجولا هو اشي داخلي مش منهم مرة لا هو اشي من جوا وليهو هاي من داخل الفك السفلي triangular projection شكله شكله مثلث at the medial aspect of the rameus الرameus من جوا وشو فيه جواه وشو فيه اشي مرتبط فيه الهو المانديبيولار فورامين كمان فورامين وين موجود المانديبيولار فورامين على الجزء الداخلي من المانديبيول وين بجانب اللينجولا والمانديبيولار فورامين ايش بيمر منه الانفيريار الفيولار نيرف هون للأسف الاسم ما له علاقة اسم النيرف ما له علاقة باسم الفورامين فعندك تحفظ المانديبيولار فورامين بيمر منه الانفيريار الفيولار نيرف في عنا ثالثة شيء واللي هو الانجل هاي الانجل تعتبر الالتقاء ما بين البضي الجزء الهوريزنتل والرامس اللي هو الجزء الهوريزنتل في نوتون بحكي لنا ياها انه السنسوري نيرف سبلاي في منديبيلار تيث is by the inferior is by the inferior alveolar نيرف واللي هو برانش من المانديبيلار ديفيجن of the trigeminal شو يعني عندنا الكرانيال نيرف trigeminal حكينا عنه انه هو واحد من الكرانيال نيرف واحد من الافرع والديفيجنز تاعينه هو المانديبيلار ديفيجن هذا المانديبيلار ديفيجن له برضو فرع اللي هو الانفيريور الفيولار نيرف الانفيريور الفيولار نيرف اللي هو جزء من المانديبيلار اللي هو جزء من التراجي من ال هذا هو السنسوري نيرف سبلاي يعني هو العصب الحسي تاع الأسنان السفلية تمام واللي هو إحنا ما نقولنا الانفيرير الفيولر نير بمرمن بمرمن المانديبيل الفرامين اللي هو هنا جب اللينجولة طيب الآن نيجي على الجزء الثاني من المحاضرة اللي هو الفيرتبرا الكولون اللي هو العمود الفقري واللي هو وضع لنا بالصورة هنا العمود الفقري متكون من فقرات عمود فقري متكون من فقرات كم فقرة ثلاث ثلاثين يعني عندنا ثلاث ثلاثين فقرة ومكيف موزعت هذول سبعة سيرفيكل يعني في سبع فقرات يسمهم السيرفيكل كلمة سيرفيكل بالذير نوجة وقعتها معناها نك فهم هذول السبعة سيرفيكل مقابلات للرقبة هذول هم السيرفيكل في عندنا ثلاث ثرسك يعني فيه اثناش ثرسك واللي هو التجويف الصدري وبوزت له التجويف الصدري تمام؟ الثرسك اللي اسمهم ثرسك هم مقابلات للثرسك كافتي واللي هم هذول اللي هون برضو فيه في خمس فقرات اسمهم اللمبر هذول مقابلات للشو للأبدومين الكافتي للتجويف البطني وبرضو فيه في خمس فقرات برضو اسمهم الساكرال هاي هون عندنا هون برضو الساكرال مش موضحات لكنهم واحد ثلاث أربعة خمس فبكونهم هون لكن مش موضحات مش مشكلة الفايف ساكرال هم بيكونوا بالمنطقة اللي هي ما تحت التجويف البطني وبرضو فيه أربعة اللي هم الكوكسيجيال هم برضو بيكونوا تحت الساكرال فعندك سبعة سيرفيكل تولف ثرسك خمسة لنبر خمسة ساكرال وأربعة كوكسيجيال أو كوكسيجيال ولي هم بيكونوا ثلاث ثلاثين فقر اوكي بحكينا عن الفنكشنز والامبورتنز أوف الفيرتبرا يعني بدي أحكي عن أهمية العمود الفقري يعني بيحمي الحبل الشوكي وبرضو الأعصاب الكثيرة اللي طالع منه وبرضو يعني أنه العمود الفقري بيدعم الرأس يعني بيجري بيجري دعم دعامه تمام بحكينا برضو يعني بيعطي اللي هو جذع الإنسان بيعطيه مرونة وقدرة على الحركة طيب بحكينا هون عن الكيرفيشارز أوف الفيرتبرا يعني اللي هي إنحناءات العمود الفقري لاحظوا العمود الفقري هي فيه إنحناءات مش مستقيم طريق إنحناءات هيتعيدوا مقسمين لقسمين برايمري وسكندري شو لبرايمري وشو السكندري البرايمري occurs during fetal development يعني الإنحناءات البرايمري بتصير بتتكون أثناء نمو الجنين fetal development أثناء نمو الجنين واللي همه كيف بيكون شكلهم كون كيف أنتيريرلي يعني بيكون شكلهم مقعر إلى الأمام اللي هو زي هيك وين هذول بيكونوا بمكانين الثرسك والساكرال تمام فلنجي إحنا على العمود الفقري شوف الثرسك والساكرال هو هن مكتوب عنه بلفك لكنه عم نتعملوا باسم ساكرال شوفوا كيف كون كيف أنتيريرلي هذا هو هذول الاثنين هذول هم برايمري كيرفيتشار هذول متى تكونوا بتنمو الجنين هم اسم ثرسك والساكرال كون كيف أنتيريرلي يعني مقارات إلى الأمام أما السكندري كيرفز هذول بيكونوا الاثنين يظلوا السيرفيكل واللمبر أول شي ما تبتكونوا السيرفيكل اللي هو اللي عنده الرقبة بيبلش يتكون لما يبلش الطفل يقدر يخلي راسه مستقيم بدون دعم لحاله واللمبر متى بيصير as the child begins to walk and assume upright posture يعني لما الطفل يصير يقدر يمشي ويوقف باستقامة وقتها بتكون اللمبر كيرفيتشار تمام طيب السيرفيكل اللي هو هاظ واللمبر اللي هو هاظ السيرفيكل متى لما يصير الطفل يقدر يثبت راسه بدون دعم واللمبر بيصير مع ماشي الطفل وقدرة انه يوقف بشكل مستقيم كيف بيكون السيكندري كيرف كن كيف مقاعر الى الخلف هذا كان مقاعر الى الأمام هذا يكون مقاعر الى الخلف وهو ما يحدث في السيرفيكل واللمبر تمام وهي بالفيتل فيه ثرسك كيرف وفيه ساكر ولكيرف بس لسه هذور ما تكونوا السيكندري والثرسك والساكر الانتيرير فكل العمود الفقري تاعه زي هيك هون كيف انتيرير مقاعر الى الأمام طيب احنا احكينا انه العمود الفقري مكون من فقرات ثلاث رثيب فقرة مقسمات ما بين كل فقر وفقرة منهم فيه اشي اسمه انترا فرتبرال ديسك انترا بين فرتبرال اللي هو الفقرات ديسك ديسك اللي هو زي القرص شو الهدف او وظيفته responsible of movement and flexibility يعني هو سبب او وظيفته الحركة والمرونة تعيد العمود الفقري العمود الفقري بتحرك ومرن بسببه start from below C2 to below L5 طيب شعني C2 L5 عسا احنا قلنا انه في 7 cervical 12 ثرسك 5 لمبر فالرمز متاع مثل دي ارمز انا لا فقرة معينة cervical برموز برمز C ثرسك برمز T لمبر برمز L والساكرة برمز S لكن قليل ما نستعمل هذول اللي فوق همه اكثر ثلاث ف C2 L5 C2 معناته من الفقرة الثانية بالسيرفيكل يعني هاي C1 هاي C2 من عند هاي الفقرة 2 below L5 L5 إذن الخامس واحدة باللمبر 1 2 3 4 هاي من لحد ما تحت الخامسة إذن من C2 لحد ما تحت الخامسة هذول كلياتهم بيكون فيهم intervertebral ديسك مش مش ما كل بين وبين فقرة ما بين ما بين كل فقرة وفقرة اللي طالنا نارف نحكي مش ما بين كل فقرة وفقرة في ديسك بس ما بين C2 ولا L5 طيب intervertebral ديسك بيتكون من جزئين الأول اسمه annulus fibros وجزء الثاني اللي هو اسمه nucleus palposis طيب خليني جاليهم هاي annulus fibros اللي هو هذا الجزء الخارجي اللي هو زي كأنه بيحمي الجزء الداخلي اللي هو شو حكي اسمه nucleus palposis طيب نجال annulus fibros اللي هو الجزء الخارجي واللي هو بطبيعة الحال إيشي خارجي محيط بإيشي ثاني معنا راح يكون بيحميه فالآن annulus fibros constrictic أو concentric اللي هي زي هيك مش هاش كيف أوصفهم لكنه طبقات ملتفة حول بعض concentric layers of fibro cartilage يعني غضروف أو طبقات من غضروف فيه 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 شو الفايبر collagen strengthens the disc and protects the central part يعني هم هو سبب إنه الديسك قوي صلب وبرضه protects the central part بيحمي الجزء اللي هو الوسطي واللي هو nucleus هي كان عنه هو thick anteriorly نجمس هون نرجع شوف هنا anteriorly كيف thick وراء thin ف thick anteriorly فإذا بدي يصير damage الdamage سيصير من وراء أسهل ف damage يكون most likely posteriorly where we find vertebral foramen vertebral canal وال spinal nerve يعني إذا صار في damage سمح الله الدماج هذا رح يكون من الجهة الخلفية والجهة الخلفية إيش اللي فيها vertebral foramen رح حكي عنها وال vertebral canal الجهة الخلفية فيها vertebral canal اللي هي هاي القناية اللي بمر منها spinal cord وبرضو النيرف اللي معبي المكان تمام بحكي لنا when damage or degeneration occurs in the annulus the inner core of the disc which is called the nucleus will be pushed out يعني في حال صار damage معين في الانيولاس هاي مثلا نقول هذا الجزء من هنا مثلا ارتخى صار فيه ضربة معينة وارتخى او راح the nucleus اللي جوه هاي will be pushed out بطل هون في اشي من ناحية فراح تطلع من هون خصوصا انها هي عبارة عن 90% مي راح نيك عنها هي عبارة عن 90% مي فسهل انها تتعرق فاذا هون صار في damage راح pushed out هذا شو احنا منسميه disk herniation disk herniation اللي هو لما يكون في damage بالannulus fibrosis ويطلع the nucleus بالprocess منه وطبعا المنطقة هاي الصورة هون مش بين حولها ايش لكن هاي منطقة معبة فيها نيرفز معبة ايه اعصاب مجرد خروج الانيولاس fibrosis او نيوكلي راح يؤدي لضغط على الاعصاب اللي موجود في هذه المنطقة حكينا انه هو الجزء الفايبروس هو الجزء الفايبروس اما النيوكلي بالبوس هو الجزء الجيلاتيناس الجيلاتيناس اللي هو اللي هو اكثر ليوني فهو central core of the disk فهو ايه الاشي central بال intervertebral disk هو more elastic يعني هو اكثر قدرة على انه نعمله compression نضغط عليه ويرجع لشكل الاصلي واللي هو water نسبته او نسبة الووتر فيه 90% بتخليين 90% منه الجزء اللي داغلي 90% منه مي وبالالدر لي بالاشخاص المسنين بيكون نسبة المي 70% تمام شو يعتبر يعتبر shock absorber تمام يعتبر shock absorber يعني اذا انه صار في ضغط معين في ضغط معين هو بتحمله وبمتصه في هون ايشي ما احكينا عنه بس هاي الرسمي عشان توضح كيف بيشتغل الدسك شوف كيف اذا صار في ضغط هم اللي بتغير شكله تمام الدسك هو اللي بتغير شكله لكن الفقرات عظم ما رح يتغير شكلهم فهم بتحملوا الضغط تمام ولهض كيف بتغير شكله لانه بيظل هذا fiber وهذا حكينا عنه elastic shock absorber طيب نيجي الان على الفقرات بحد ذاتهم اللي هم typical يعني it has all the characteristic landmark يعني فيه اشياء رئيسية بتكون فيه كل فقرة typical معناته ما فيها ايش زيادة او ايش ناقص عن هاي الاشياء رئيسية Atypical معناته extra او absence of one or more of the landmark يعني واحدة من هذول landmark السياء الاساسية يا مش موجودة يا فيه اشي زيادة عنهم طيب يحكينا كل فقرة فيها هايض جزو اسمه الbody هايض امامي يعني انتيري تمام هاي هو هاي هاي تمام هاي رسم مرحة اكتر بس خلينا اول بول بحكينا ال vertebral الarge خلينا نفصل فيه بحكينا فيه جزئين خلينا نرقمهم pedicles رقم واحد واللامني او اللامني رقم الثاني اللي هم اللي همو small foot يعني زي زي small foot extend from body posteriorly يعني الpedicle هم الجزء اللي ممتد من الbody مباشرة posteriorly فهذا هو الarge الجزء هذا اللي ممتد posteriorly مباشرة من الbody هذو الpedicle هاي pedicle وهاي pedicle الجزء الثاني هو اللامني واللي هي sheet or plate like تمام يعني هي زي sheet يعني زي الورقة مقارنة بالpedicle يعني الpedicle هي اثخن لكن اللامني هي زي sheet مش مهم اللامني complete the arch and join each other at the midline posteriorly يعني اللامني بتكمل الارج شايفين هذا الارج مع الpedicle هي اللي بتكمله و join each other at the midline posteriorly يعني اللامني مع اللامني بلتقوا في خط هون اللي هو المدل لأنه حرفيا المدل داع الدسم يعني ما بين اللامني واللامي اوكي بحكي لها between the body and arch we have the vertebral foramen ما بين الbody ما بين الارج في عنا foramen شو اسمه الvertebral foramen تمام الvertebral foramen form الvertebral كلم يعني هذا الvertebral foramen هو نفسه الvertebral الكنال اللي هي قناة القناة اللي بمر منها الحبل الشوكي الvertebral contains the spinal cord and it's related meninges برضو المنينج هي طوقات بتكون حاولها يعني تمام فبشكل سريع عندنا body وعند arch الارج بكون من جزئين الpedicle واللامني الpedicle هي المباشر واللامني هي الاشي اللي ورا اللامني هم اللي بلتقوا مع بعض على المدلاين مشان يساكوا الارج والبادي مع الارج بعملوا الvertebral فورومن تمام بحكي لنا عنا seven processes في في typical vertebral one spinous process طيب في بروسس اسمها spinous وهي واحدة add the junction between the two lamini and the midline posteriorly طيب الجنكشن هو التقاء ما بين التول المني يعني نقطة التقاء التول المني وينها اللي هي هاي المنطقة posteriorly وراهم فإذن هاي هي spinous process كم واحدة واحدة بس إذن one spinous process على الالتقاء ما بين التول المني بالmidline posteriorly الثنين اللي هو transversal process هم وين هم موجودين at the junction between اللامني والبيتكل مكان التقاء اللامني والبيتكل فهاي اللامني وهاي البيتكل طيب وين هاي ولا هاي بحكينا extends laterally and posteriorly from the vertebral body laterally فعندك راح تكون هاي تمام فنقطة التقاء البيتكل مع اللامني extends laterally posteriorly وهم عددهم واحد اثنين مش زي اللي هي واحدة بس طيب في الاشي اسمه وفي منهم اربعة هذول الموجودات between اللامني والبيتكل برضو على الالتقاء نقطة الالتقاء ما بين اللامني والبيتكل لكنهم اربعة two superior وtwo two superior وtwo inferior تمام هاي نقطة اللقاء البيتكل مع اللامني وفي الارتكولر بروسيس هاي superior واحدة وهاي inferior وهاي الجهة الثانية هاي superior وهاي inferior فعندك 6 superior 6 inferior اربعة توتل ارتكولر بروسيس تمام بحكي لنا يعني هذول السوبرير هم اللي بيعملوا articulation مع البرتبرا اللي بيجي فوق هذ والtwo inferior articulate with the vertebra بلو هذول الاثنين اللي هم inferior هذول بيعملوا الارتكولر مع البرتبرا اللي تحتو remember between the bodies of vertebra we have the vertebral دس اكيد ما بين هاي البرتبرا والفرتبرا اللي رح يجد تحتو في عنا هنا vertebral دسك اوكي بحكي لنا the pedicle has small notch superiorly and larger notch inferiorly الpedicle شو حكي عن الpedicle الpedicle هي جزء من الarch اللي هو مباشرة posterior للbody فيه شو notch اللي هي زي زي النزول تمام اللي هو بالضبط اللي هو هون هاذا superior vertebral notch وهي inferior vertebral notch السوبر اللي هي وينها small تمام السوبر اللي تكون small اما الانفير اللي بتكون large تمام هاي واضع سبير هي صغيرة والانفيريار هي الاكبر the inferior notch of the vertebra above and the superior notch of the vertebra below شو يعني يعني الانفيريار notch من الفقرة اللي فوق تمام الانفيريار notch من ال vertebral اللي فوق زائد السوبرير notch السوبرير notch وهيك راح تكون من ال vertebral اللي هون تمام الفيرتبرا اللي اللي بلو تمام فالانفيريار نوش من اللي فوق من الفرتبية اللي تحت اللي هو هذا مع هذا راح يكونون لنا هذا البسج تمام فهي بتتسكر اه وبسيبك معملونا بسجو ايه او فورامين هاي الفورامين شو اسمها الانتر فورامين الانتر فورامين هاي الانتر فورامين ايش بمر منها تمام اه اه اوكي الان نحن نجي نجي نفصل في السيرفيكال والثوراسيك والنمبر والساكرام والكوكسيك تمام نبدأ الان بالسيرفيكال فيرتبرا اللي همه العمود الفقرية اللي من جهة او المقابل للنكر الرقبة زي ما قلنا همه سبع فقرات يلي السيرفيكال اه مقسمات زي ما قلنا قسمين في اشياء تيبيكال في اشياء ايتيبيكال حسا ايتيبيكال همه من ثلاثة ستة فعندك ثلاثة اربعة وخمسة وستة هذولة التيبيكال وعندها واحد واثنين وسبع هذولة ايتيبيكال تبام الان خلينا نحكي احنا عن الكاركترستيكس تعيتي التيبيكال اشياء العامة اللي موجودة عند الغالب بعدين الواحد مثلا بنحكي كل واحد منهم بشو بتميز طيب حسا التيبيكال راح نحكي عنه هو ثلاثة واربعة وخمسة وستة تمام بجملهم كلهم بداية بحكي لنا اه سمول بادي ريكتانجولر تمام هاي صورة البادي اللي هو هذل الجزء تمام ومنلاحظ انه هو سمول وبرضه ريكتانجولر ريكتانجولر اللي هو مستطيل الشكل وبرضه كل ما ننزل لتحت بكبر البادي يعني سي ون لحد سي سفن اي مين اكبر بادي سي سفن تمام كل ما نزلنا البادي بعد بكبر ايه بحكي لنا عن الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ هو اللي راح يمر عن طريق الترانسفيرس فورا منه اكسبت شو هاي اول استثناء الترانسفيرس فورا منه تعييز السيزة فين باسس الفيرتبرال فين انلي تمام الفيرتبرال ارتري ما بمر من السيزة فين تمام الترانسفيرس فورا منه تعييز السيزة فين باسس الفيرتبرال فين انلي فمن واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة الترانسفيرس فورا منه بمر منها شو الفيرتبرال ارتري لكن سبعة ما بمر فيرتبرال ارتري بمر الفيرتبرال فين الجزء الثالثي اللي نقدر نعتبره انه هو من التيبيكل اللي هو الشورت بفيد سباينس بروسس سباينس بروسس هي هاي الشي البوستيريرلي وشورت بفيد طبعا شورت انه مش كتير طويل بفيد يعني انه زي هيك بها زي هارتنا بالزبط انه فيه كلفت وفيه عنا ايش يفوه ايش يعني مين واش يصار في عنا هونك لفت فيه شي مين ويصار وزي هون هيك في شي مين ويصار حسا بيقولنا انه شورت بفيد اكسبت سيفن هو المست برومننت اندهاز the longest spinal process and can be palpated at the back of your neck يعني كلياتهم الاسباينس بروسس تاعهم شورت وبفيد مع هذا سيفن 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 برومننت مش شورت has the longest spinal process تمام سيفن هي المست برومننت يعني اكثر اشي مبين اكثر اشي مبين بالجسم يعني من برا and has the longest spinal process اكثر اطول spinal process موجود فيهم and can be palpated at the back of your neck يعني لو انت تحق ايدك على روجبتك من وضع راح تحس في السيفن هو اكثر اشي مبين اكثر اشي مبين اكثر اشي مبين فرامننت مان هو يعتبر وهو اللي هو موجود في نيجي الان على اول واحد من واللي هي الاطلس واللي هي يعني هي اسمها وليها اسم اخر وهو الاطلس تمام حكينا احنا عن الاطلس اكسبيتل جوينت اللي بيحرك الراس حتى ما كنت متذكر اسمه اطلس ولا اطلة هو اطلس تمام فالاطلس الاطلس هي وشكلها تمام فهي عظمة شكلها زي شكل زي شكل الخاتم ايش تعيتها اللي بتميزها بتخليها بداية لو نلاحظ هيها ما في بادي بادي يفترض اكثر ما ففو موجود ما في بادي برضو ما في سبايناس بروسس بركي بحكينا انه في انتيريور وبوستيرير arch مش بس بستيريور арتش في انتيريور وفي بستيريور والانتيريور small و putsيريور كبير تمام و資ول لاتير الماس شوف هون هايماس وهيماس تمام هذول Даو لاتير الماس هذولنا فا إشتغلو شغل tienes الارتكوليشن بيكون عن طريقه. فتولة ترى الماسس فانشن اف الفيرتبرا البدي. اوكي. السيتو برضو الها اسم خاص فيها واللي هو الاكسس. تمام? فهي السكند سيرفايك الفيرتبرا. وهي ايتيبيكل. ليش ايتيبيكل? طلع عليها. ايش فيها ايش غريب? هذا ايش مش موجود بالاماكن الثاني. فهي it has an odontoid process. تمام? اللي هو هذا الاشي اللي فوق. والodontoid process برضو له اسم ثاني له الدنس. يعني بدلا ما هاي يسمها يا odontoid process يا اما يسمها دنس. والدنس هو زي التوت. فانه شكلها تقريبا زي شكل السن. في جوينت ما بين الاكسس والاطلس. لانه الاطلس هي ما موجودة هنا والاكسس تحتها. فما بينهم في جوينت. هو هذا جوينت شو اسمه? اللي هو الارتكوليش يعني ما بينهم. اطلانتو اكزيال جوينت. من اسمهم? اكزيال واطلس. دنس ربريزنس البادي اوف دا اطلس ذات هز فيوز وذ بادي اوف اكسس. يعني احنا بنقدر نفكر بالدنس او الودنطويد بروزيس زي كأنه هو البادي تاع الاطلس يلي مش موجود. لكنه يعني زي كأنه ملحوم مع الفيرتبري اللي تحته. تمام? يعني الدنس بتشتغل شغل البادي تاع الفقرة اللي فوقها واللي هي ما عندها بادي واللي هي الاطلس. اللي هي سيو. تمام. نيجي الآن على الثرسيك فيرتبرا. تمام? اللي هو الفيرتبرا يلي بيكون اه اوبوزيت بيكون مقابل لشو? للثرسيك كافيتي. لاللي هو التجويف الصدري يعني. بلو ذا سيرفيك الفيرتبرا في تولف ثرسيك فيرتبرا. تمام? في تولف ثرسيك. يعني عددهم اثناشر فقرة. إيه مش الثناشر فقرة اثناشر اه فقرة قيمة شكلها دائري وهي أصغر من اللي كان بالسيرفكل برضو long pointed spinous process that is directed downward برضو spinous process بحكي لها أنها long برضو أنها downward مش posterior فهي spinous process وهي فعلا long وفعلا directed downward بحكي لها the coastal facet on the body and the transverse process for the articulation with head and tubercle of the ribs respectively طيب بداية فيه إشي على الفرتبرة اللي بالثرسك اللي هو coastal facet واللي هو هذا هنا هاي المنطقة اسمها coastal facet تمام وبرضو في transverse process شو اللي هي هاي transverse process في عليها هذا المكان هذا للarticulation اسمه facet facet يعني مكان يلتقي فيه عظمة بعظمة طيب بحكي لها أنه coastal facet articulation مع شو مع head of the ribs تمام بحكي لها irrespective لي فالcoastal مع head of the rib الرب اللي هو اللي هي عظام القفص الصدري تمام فالcoastal بيعمل articulation مع شو مع head or the tubercle of the ribs مع head of the ribs طبعا حسنا كان لجمان شوين القدامنا نعرف شو head و شو tubercle بس نعرف أنه coastal اللي هي اللي هون مع الهد والترانسفيرس بروسس او عفوا اللي هي اللي هون مع الهد اوف الربس والترانسفيرس بروسس اللي هي هاي منطقة برتبط فيها لتيوبيركل تاع الربس اوكي نيجي الآن على اللي ما تحت الثراسك فيرتبرا اللي هو اللمبر فيرتبرا اللي هو بيكون مقابل لشو للأبدومين الكابدي كم واحدة خمس لمبر فيرتبرا تمام فايف لمبر فيرتبرا شو الكاركترستك فيه جزء ايش اللي بتميزوا فيه بحكي لنا large kidney shaped body تمام شوف البادي تاعهم كبير و kidney shaped تقريبا بحكي لنا triangular vertebral البرتبرا الفرامين البرتبرا الفرامين اصغط طبعا وتقريبا مثلث شكله بحكي لنا short quadrangular spinous process بداية ال spinous process بينها هاي هي بتكون هون اوضح short مقارنة طبعا باللي قبلها quadrangular يعني الها اربع اوجه يعني من فوق الها وجه مرض يمين ويسار وتحت اه it's projected posteriorly تمام هاذا شو كان posterior pointed او projected inferiorly اما باللمبر projected posteriorly اوكي الان اخر اثنين اللي هم الساكرم والكوكسكس اوكي الساكرم يعتبر five fused vertebral يعني جزء الساكرم اللي هو هاض يعتبر خمسة خمس فقرات لكنهم فيوز لكنهم ما في بينهم هاي الانتر فيرتبرا الكارتليج او ايش احنا سميهم ديسك افهم ديسك ايما فهوانا فيوز ملتحمين مع بعض هذول الخمسة اللي بالساكرم تمام فهون عنا خمسة فرتبرا وبرضو عنا بالكوكسكس فور فرتبرا وبرضو فور فيوز برضو الاربع اللي موجدت بالكوكسكس هم ملتحمين مع بعض هذول هم اللاست two irregular shaped vertebral هذول اثنين irregular shaped شكلهم مش منتظم ما اللي كان فوقهم واللاند ماركس والاشياء اللي تعيتهم والكاركتريستيكس واللاند ماركس اللي عليهم راح تعرفوهم مضوبين منكو اصلا باللاب وصلنا الان للثورا سكيج اللي هو القفص الصدري واللي هو وظيفته انه يحمي انه يحمي الهارت واللاند انه يحمي القلب والريعتين تمام اجزاء او ثلاث الستيرنم الستيرنم اللي هون والtwelve pairs of ribs and their coastal cartilage anterior يعني كمان اثناشر زوج من الاضلع تمام اثناشر ظلع عليمين اثناشر ظلع على اليسار وبرضو انتيرير اندير كوستل كارتليجز تمام همو الريبس منته هون لكن شايف هذا البيض هذا هو الكوستل كارتليج تمام هو ظروف ممتد من الريب من الظلع والحد الستيرنم ثالث اشي اللي هو التولف ثوراسي فيرتيبري بوستيرير اللي برضو الفيرتيبري اثناش اللي ورا برضو بيشاركوا في الثوراسي كيج تمام عشان يكون فعلا كيج يكون مسكر من جميع الجهات اوكي نبدأ بس خلني نطلع عليه بشكل سريع هاي الستيرنم متكونا من بادي ومانوبريوم وزيفويد بروسيس برضو هون بين الكوستل كارتليج وهون الريبس وهون من وراء الفيرتبرال كولوم تمام الستيرنم بحكي ان الستيرنم فلات اوكي واضح علينا انها هي هفلات برضو عامودية يعني مبادة ثوراسي كيج هي موقعها بالمدل بالنص وقلي قدام انتيرير لي تمام بحكي لك انه الستيرنم شكلها زي شكل السيف طب كيف زي السيف الهاندل اللي يتعيد السيف هي المانوبريم شوفis هاي المنطقة اسمHHال optimize مع المانوبريم هايговانكانت يسم يلاحظ عليها الشكل زي السيف هي زي مقبض السيف هاي زي مقبض السيف المانوبريم والتب Even the Xiphoid process هاي هي Xiphoid process هي البدباب الامامي في فعليا المانوبريم هي إيه تعت السيف والZiphoid process هي زي الحد او النهاية بحكي لنا المانوبريم هي الفيرست بارتباه الستيرنم هي اول جزء من هالتربازويد شيبي 조금 for several트� comme trapozoid shape وهو شبه المنهرف básicamente Fal вы فعليها أكثر من منطقة لا نعرف فيه! بدايةyn! الجاكيولار نوتش الخاصة بها. first of all currency observ exception الجاكيولار نوتش الجاكيولار معناها neck تمام يعني جاكيولار معناها نقضة قبة الجاكولر فينس آرش باسس سوبيلير تو ديس نوش تمام وين هاي 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 النوش اللي بنحكي عنها هاي الجاكولر نوش فوقيها بمر الجاكولر فينس آرش برضه بحكي لأنه فيه الكلافيكولر نوش هاي هاي الفوق ما بين الكوستل ما بين الكوستل وشوا اسمه والجbuds في الكلافيكولر نوش هاي الكلافيكولر نوش مع شو بترتبط مع الستيرنا لإنب den مع النهاية اللي من طرف الستيرنا بتعت شو بتعت تد الطرق يعني بترتبط مع الطرق والكوستل نوش الكوستل نوش هاي بترتبط الكوستل نوش مين كوستل خلاص مجرد ما شفت كوستل اعرف انه بترتبط مع الربس تمام فارتيكوليتس وذي الكوستل كارت líج أو فوت نتش اثنين هاي ترتبط مع الرب ورقم واحد مع الكارتش داع الرقم واحد وهي مع الكارتش داع الرقم اثنين. خلينا نشوفهم بس هون. اوكي. عندنا هون الترقوة. ولو نلاحظ هون بس اللون البنفسجي الفاتح. ثماني بس. اللون البنفسجي الفاتح اللي هون. هذا هو الكلافيكولر نوتش. تمام? برتبط وين هاي يمبين بالترقوة. وهذا هون الفيرست كوستل نوتش. برتبط بيه الكارتلج اللي هون مش مبين هون. هسه منضيفه. هذو الكارتلج الاول تاع الكارتلج تاع الرب الاول. وبرضه هزا السكند. وبرضه هون الجاكولر نوتش. لو نضيف الجاكولر الجاكولر هين هايشوف هون. هزا الجزء اللي بالنص هذا الزغير اللي هحس لونه. اللي باضي بتفي. هزا هو الجاكولر فينس آرش. اللي هو يعني بربط ما بين الجاكولر فين اليمين واليسار لكن مش مهم. لكن ايجي التسمية النوتش انها جاكولر نوتش لانه جاكولر فينس آرش بيمر من فوقها. حسنا بصلنا للبضي. البضي هو اللي هو ما بين المانوبريم والزيفويد بروسسس. هي المنطقة اللي بالنص. هاي هي البضي أوف الستيرنام. تمام. الزيفويد بروسسس هي هاذ اللي هو قلنا عنه الطرف السيف. اللي هو هاي المنطقة اللي تحت المدبة بين. بحكي لك. طيب. خلين نقسمها. بحكي لك. كل ستيرنام راح صير لها يعني راح صير فيه دي بوزيشن لكاليسيوم جواتها. راح يصير فيه داخلها كاليسيوم فتتحول من شو هو من الغضروف لعظمة. فكل ستيرنام راح تكون تحول من الغضروف لعظمة لحد ما يصل لسنة الرشد. ما عادة جزء واحد اللي هو الزيفويد بروسس. الزيفويد بروسس هي اتصال بصرفها على عمر الاربعين سنة. تمام. هاي مهم من النقطة. فمع الولادة كل الستيرنام راح تكون كارتيلجنس. يعني كل الهية تكون غضروفية. و اول ب اول جيت تو بول. تمام. اول واول راح تصير تحول لبول عن طريق شو؟ عملية الوسيفيكيشن. بحكي لهون عن المانيوبريو. ستيرنام جوينت تمام? منيوبريو ستيرنام. منيوبريو من المانوبريو. الستيرنام من الستيرنام. فاللي هو الجوينت يعني هو جوينت بسمينا. اللي هو ما بين المانوبريوم والبادي أوف الاستيرنال تمام فهنا المانوبريوم وهي البادي المنطقة هاي اللي بالنص هاي شو ما هل نسموها تمام بحكينا عن المانوبريوستيرنال جوينت انه سكند كارتيلجيس كارتيلجيس جوينت وحكينا انه يول فاندوت واي نكس لكتر اتوقع انه قصده الدكتور انه سكندري كارتيلجيس جوينت ما بعرف يعني نعرف اللكتور جيش وبيحكي فيه توقع قصده سكندري كارتيلجيس جوينت انه كارتيلجيس جوينت في انه نوعين البرايمري والسكندري البرايمري ما ممكن يتحركوا يهائيا اما السكندري ممكن يتحركوا بشكل بسيط توقع هاو قصده لكن مش مبين معي بحكينا يعني الالتقامة بين المانوبريوم والستيرنم بعملنا الستيرنال انجل اللقاء ما بينهم هون هاي المنطقة بعملنا ايشي اسمه الستيرنال انجل هاي الستيرنال انجل برومننت برومننت يعني بارزة لبرا معناته انت بتقدر تتحسسها تلمسها فبرومننت انتيريرلي بكوز منوبريوم والستيرنم لاي ان ديفرنت بلانت يعني انهم لو لامسوا بعض في جزء من اللي فوق او من اللي تحت راح يكون بارز لبعضه تمام ليش انهمهم مش منطبقات فوق بعض مية بالمية يعني الزاوية اللي بتصير لما هموا يتلامسوا مع بعض بتقدر تتحسها من برد this palpation is very important لانك بتنظر يقو بتقدر تعرف وين او الرب to count the ribs and intercostal spaces مجرد ما انت عرفت انه هذا هو هذا ال palpation هو الستيرنال او مش الستيرنال شو حكينا اسمه الانجل الانجل راح تعرف تعد الرب ليه لانه هاي نجا لها هاي المنطقة هو انا انت بس تحسها هذا هو الستيرنال راح يكون تمام اوكي بحكينا الستيرنال انجل aka angle of Lewis تمام لها اسم ثاني الستيرنال انجل اللي هي الانجل of Lewis if you draw a straight line from the angle to the vertebral column you will find it's on the same level as the fourth intervertebral disc تمام بحكينا انه اذنك يعني رسمت خط مستقيم ما بين الستيرنال انجل ورجعت فيه لحد العمود الفقري راح تشوف انه راح يمر ما بين الفقرة رقم T4 و T5 اذن بالانتر كوستر رقم كم رقم 4 هاي نوت اكيد يعني مهمة لانه دكتور ركز عليها فاني اذا انه احنا رسمنا خط مستقيم من الستيرنال انجل وان راح ينتهي ما بين T4 و T5 طب اذا سألك مش T4 و T5 سألك عن رقم الديسك الانتر كوستر سيكون رقمه 4 حسبنا نحكي عن كيف بدنا نستفيد من انه الستيرنال انجل بها البابل بنقدر نتحسسها و بنقدر نعرف انه جنبها هو second rib حسا لا ترى الجهة الستيرنال انجل للسكند رب يعني هاي الستيرنال انجل على لا ترى الجهة راح تكون عندك السكند رب تمام الفقرة الضلع رقم اثنين وتحت الضلع رقم اثنين راح يكون شو في الانتر كوستل سبيس انتر كوستل سبيس هي المساحة ما بين كل رب وبرب فاندك هاي انتر كوستل سبيس رقم واحد ما بين اثنين و ثلاث هي رقم اثنين ما بين ثلاث하다 هتكون رقم اه ثلاث تمام فتحت واحد تكون واحد تحت اثنين بتكون اثنين تحت ثلاث بتكون ثلاث تمام الفقرة الستيرنال انجل بتكون على لا ترى لها Second rib تحت سكند رب راح يكون السكند انتر كوستل سبيس تحت السكند انتر كوستل سبيس لم نعد نحن الرب لم نعد هضر 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 هضر. لا. نعد نحن الانتركوستال السبيس. أسهل. فما منحط الأصبع على الرب نقوم ليتعدي به وحد يوم هضر. لا. منحط الأصبع بالمسافة متين أو بالمساحة مبين كل ظلع و ظلء. تمام. وهناك تعقلنا count. We usually count intercoastal space. So you can locate the second rib lateral to the external angle. أكيد. Below it is the second intercoastal space. زي ما حكينا يعني كل انتر كوستال سبيس رقمها بيكون نفس رقم الفقرة المانع فقرة الظلع يلي فوقه تمام فظلع اثنين تحتي الانتر كوستال سبيس رقم اثنين حسا بيقول لك كيف طريقة انك انت تحسب بيحكي لك الاندكس فينجر بنحط على السكند سبيس يعني الاندكس فينجر بنحط في المنطقة اللي هي هون تمام وبعدين الاصابع الثلاث اللي همه الميدل الاصابع الثلاث الاصابع الثلاث الاصابع الثلاث بنحطوا الترتيب الثالث والثيرد والفورث والففث انتر كوستال سبيس هيك انت بتقدر تعد عدد الربس تمام بس لو بعد ما تشاري بس ترجعوا تقرؤوها وتطبقوها برضو برضو بزبط اوكي نحكي الان عن الربس الربس are flat curved bones with high resilience تمام يعني همه عظام flat مسطحة curved مسطحة يعني هي بخداتها هنا هيك مسطحة تمام ما في هالتي وقت curved يعني هي كلية على مسطحة طيحة من هون ومن هون هي curved هي ملتوي منحنية high resilience معناتها هي تتحمل تتحمل البندنج تتحمل الطوي ولو يعني اللي هو البندنج اللي هو طوي الخفيف اللي هو أثناء أخذ النفس that form يعني الربس form most of the thoracic cage يعني أغلب عظام القف الصدري مكونة من الربس الأفضاع رح نحكي إحنا عن الرب articulation تمام اللي هو الرب الارتكوليشن يعني مع شو بلامس أي عظمة بيكون يعني قريب منها تمام أو مش قريب منها بقدر ما أنه بلامسها فعليا تمام بالبداية رح نحكي إحنا عن الhead of the rib الhead of the rib اللي رح يكون هنا لورا تمام فعنا أنت الhead رح يكون ورا وراه رح يكون النك وراه النك رح يكون فيه tubercle وراه الأنجل والشاف تمام رح نيجع للأناتومي تعييته يعني كمان شوي بس خلينا حسنا نعرف أنه الhead هو الأشي من وراه عند البادي وراه بيكون النك وراه بيكون تيوبركل وراه بتكون الأنجل بداية بيحكي لأن الhead of the rib articulates with what the body of its corresponding vertebra تمام عفوا بحكي لنا أنه الhead of the rib articulates with the body of its corresponding vertebra يعني إذا إحنا كان عنا الfirst rib الhead بتاع الfirst rib رح يلامس شو رح يلامس الbody بتاع الfirst vertebra بالثرسك تمام بتاع بتاع التيوان أوكي فالfirst رح يكون هيك أما السكند رب الhead تاعه رح يلامس شو التيو وهكذا برضو الhead تاع الرب مش بس بيلامس البادي تاع الcorresponding vertebra برضو الvertebra اللي فوق تمام فالvertebra above بيلامسها ذي الفاسيتس اللي على الvertebra البادي يعني الvertebra البادي اللي فوقه فيها فاسيتس برضو هو بيلامسها الhead تمام الفاسيتس 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 مثلا خلينا نكتبها أسهل الفيرست رب التيوبر كل تاعه بيلامس شو احنا حكينا of corresponding vertebra فالأول شي مبدئيا رح تكون تي ون لأنه ون بون إيش رح يلامس الترانسفيرسي بروسيس اوكي اوكي ففيرست رب التيوبر كل شو الارتوكيليشن مع شو مع الترانسفيرسي بروسيس تاعيت شو تاعيت الكورسبوندين فهو ون رح تكون مع تي ون سكند رب التيوبر كل مع شو مع الترانسفيرسي بروسيس اوف شو تي تو وهكذا يعني إحنا لحد الآن عرفنا شو إنه الرب الواحد بتقل هيت تاعه مع شغلتين مع الكورسبوندينق ومع الابب هاضو الهيت تمام اما التيوبر كل بس مع الكورسبوندينق على شو الترانسفيرس بروسيس اما الهيد مع البدي تاع الكورسبوندين، والبدي تاع اللي فوقو هون مثال اللي هيت تاخ disparity بتاع شو بتاع الكوريسبوندينج إذن خمسة مع خمسة ومع الأبض فمع أربعة اللي فوق راح يكون أربعة ما راح يكون ستة هاي النقطة مهمة إنه هو بيبلش واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة فهو رقم خمسة اللي فوق ما راح يكون ستة الفوق راح يكون أربعة أما لتيوبيرك اللي تعيته فراح تلامس شو الترانسفيرس بروسس تعيت إياه الكوريسبوندينج فبقا تعيدي خمسة بحكي لنا فيه ثلاث أنواع للريبس بناء على شو بناء على اتصالهم بالستيرنم الترو ريبس وفولس ريبس وفلوتينج ريبس اللي الترو هم من واحدة سبعة والفولس ثمانية وتسع عشرة والفلوتينج هم 11 و 12 اللي الترو هم يلي بيرتبطوا بشكل مباشر مع الستيرنم اللي هم من واحدة سبعة شوفوا من واحد لحد سبعة بتتصطوا بشكل مباشر أو هاي ستة وهي سبعة كلية هم هي بتتصطوا بشكل مباشر مع شو مع الستيرنم لكن ثمانية وتسع عشرة إن دائريكت لي أتاجت الستيرنم وين ثمانية وتسع شوف ثمانية وتسع عشرة الغروف تاحهم ما بيروح بيرتبط مباشرة بالستيرنم لا بتجمعوا وبيروحوا مع سبعة فالكوستال كارتليج التاج to the seventh كوستال كارتليج الكارتليج تاحهم مرتبط مع السبعة ما مش من تصليم مباشرة من تصليم بشكل غير مباشر عن طريق ال seventh كوستال كارتليج أما الفلوتينج ريبس اللي همه 11 و 12 هؤلاء أصلا مش من تصليل مع الستيرنم اللي همه هاي الأخضر هاد والأخضر هاد هاي همه منته هون ما في اتصال أصلا مع الستيرنم أما بالنسبة للاناتومية تعيط الريبس فهمه مثل مثل فرتبرا مكسومات الاتيبيكل واتيبيكل مبدئيا رح نوخذ احنا الاتيبيكل وبعدها نشوف الاتيبيكل بايش بختلفوا الاتيبيكل همه الثالث للتازع تمام هم 12 ف3 لتسعة معناته واحد واثنين وحب احنا نقول لهم 12 وعشرة وداش واثناش نظرة الخمسة ايتيبيكل طب خلنعرف ايش الاتيبيكل مشان نفهم ايش الاتيبيكل بداية الأجزاؤه هيد ونيك وتيوبريكل وشافت الهيد هو المنطقة هاي ويد شايفت وذ أرتيكولار فاسط يعني هي منطقة زي الوج و∱ar articulate wszystko فعليها facits عشان l-articulation زي ما حكينا واحدة منهم مع ال-corresponding والثانية ما شو مع ال-vertibra above واحدة مع ال-corresponding واحدة مع ال-above اما السوبيريnelle مع ال-above السوبيريول هي مع ال-above وال-inferior هي مع ال-corresponding يعني ال-corresponding يعني لها نفس الرقم النك النك connect الهيد وظهب til الـ body. الـ tubercle هي small projection. هي process صغير طالع من الرب. articulates with transverse process of the corresponding vertebra. زي ما حكينا انه الـ articulation مع transverse process. transverse process تعى التعى corresponding vertebra. نفس اللي هو تاع نفس الرقم. اما الشافت هو الـ body معتبقى. يعني تقيبا. فيو شريتين ننرفهم اللي هم القوستل جروف وهو منطقة هنا اسمها قوستل جروف على الجهة الداخلية لائلو هاي فور انتر كوستل نيوروفاسكلار بندل يعني منطقة الانتر كوستل لازم يمر عن طريقها وعن الطريق شو بيمره اللي هي منطقة القوستل جروف وبرضو في منطقة اللي هي القوستل انجل القوستل انجل هي الزاوية تعييت الريب واللي هي اكثر منطقة بيكون فيها تحدب فالمنطقة اللي هي يعني بتقدر تقول هون هي تكون هيك المنطقة هون هي تكون الكوستال أنجل بيكون فيها أقصى تحده في الكوستال جروب في الانتر كوستال فين آر تري والنيرف وتيوبركال الأرتوكيليشن مع الترانسفير سبوستيستعي تشو الكورسبوندين أما الأيتيبيكال ريبس تفهم زي ما قلنا واحد واثنين وعشر روه دعاش واثناش واحد إيش المشكلة اللي فيه فلات هاي سوبيريار أند انفيريار سيرفسيس هاي أول واحدة إنه هو هايو فلات فيه سوبيريار وانفيريار سيرفسيس اثنين هو شورت ومست كيرف درب يعني إيش إيش بتميز فيه إنه هو أقصر واحد وأكثر واحد فيه كيرف هاي هو أقصر واحد وأكثر واحد فيه إنحناء برضو فيه جروفز فيه مناطق جروفز للارتباط مع شو مع السبكلافين فينز أند آر تريز الثانيات ما فيهم بس هو بتميز بإنه فيه جروفز إلا إرتباطنا شو مع السبكلافين فينز أو آر تريز ثالث إشي اللي هي السكالينس تيو بيركل ما وجود عليها هايها واضحة السكالينس تيو بيركل هايها هاي لشو سبيشل أتاج منتفور شو السكالينس أنتيريار مسل حلو؟ هاي الأشياء حفظ أنا عارف بس يعني ما في طريقة ثانية يعني بدك تعرفهم هيك هيك فازي ما قلنا فلات سبيريور وإنفيريور سيرفيسيز هو الشورتس هو المستكيرد فيه جروفز مناطق ارتباط مش موجودة بالثانيات لشو للصبكلافين فينز أند آر تريز وبرضو فيه السكالينس تيو بيركل هاي من الاسمها سكالينس سكالينس لشو للسكالينس أنتيريار مسل بصير في التاج منتعليها هاي ها هو الفيست ريب أما السكند ريب السكند ريب اختلافه بسيط هاز أرف تيوبراسيتي فور سيراتس أنتيريار مسل يعني تيوبراسيتي هي منطقة خشنة فهاز أرف تيوبراسيتي فور سيراتس أنتيريار مسل يعني في منطقة فيه رف خشنة عشان ترتبط فيها شو السيراتس انتيرير من المنصر عضل رائع اسمها السيراتس انتيرير وهي هون هي أما التينث هس إحنا عارفين أنه لازم يكون على الهد فتو فاستس واحدة للفوق واحدة لللي تيت واحدة لللي فوق واحدة لللي كوريس بوندين بس التينث لأ فيه one فاست انتيرير ما فيه two والون فاست هي صبير واللي انفيرير هي الانفيرير يلي بترتبط مع شو مع التين ان لي مع الكوريس بوندين معانته شو شو الإشي اللي هو ما بمعمل معه articulation اللي هو الإشي اللي فوقه اللي هو التينين فhas one facet on the head only which articulates with T10 only which معنة هو كلياته does not articulate مع التينين أما الـ 11th والـ 12th ribs has one facet on the head only مثل هم مثل التينث ريب بس one facet وما في نك ولا تيوبركل التينث على الأقل كان فيه نك ولا تيوبركل هاي التينث فيه نك ولا تيوبركل أما الـ 11th والـ 12th ما فيهم نك ولا تيوبركل معناته شو معناته do not articulate with what الـ transversal process of vertebra فهم لا بعمل articulation مع الأبوف ولا بعمل articulation مع الـ transversal process تاع الـ corresponding هاي العاشر وهي الـ 11 و 12 مثل بعض وهي الـ 11th برضه هاي موجود كبه مرة هيك هم يكون خلصنا أتوقع محاضرة مش كثير صعبة ممكن تبين شوي طويلة لكن الأشياء التي فيها مميزة وحلوة فأعيدوها وبالتوفيق ودعونا بامتحالاتنا ترجمة نانسي قنقر